على نزق اعتيادي دارت رح الصراع الأمريكي الإيراني بين تهديد مباشر ومبطن حتى أتت العقوبات ثم تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأين؟ في العراق مركز الصراع بين واشنطن وطهران وعقدة المشكلة والحل في المنطقة اهتزت جدار المليشيوي الذي بنته إيران في العراق عقب مقتل سليماني الذي كان يمثل رأس الهرم للأذرع الإيرانية في الخارج بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية الذي تحدث عن شبكة تضم قادة ميليشيات تعتمد عليهم إيران لزيادة نفوذها في العراق التقرير الذي أعده المفتش العام في الوزارة جلينفين أكد أن إيران لا تزال تدرب وتدعم ميليشيات تدير عمليات القمع التي تستهدف المتظاهرين السلميين في العراق كما تستخدمها ورقة ضد الولايات المتحدة الأمريكية تقرير البنتاجون أورد أسماء أبرز زعماء الميليشيات الإيرانية وعلى رأسهم أبو مهد المهندس الذي لقي مصرعه برفقة سليماني ثم هاد العامري زعيم ميليشيا بدر إضافة لأكرم الكعبي وشبل الزيدي وقيس الخزعلي زعماء ميليشيا النجباء وكتائب الإمام علي والعصائب وأيضا أبو جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والذي يصفه التقرير بأنه قناة لنفوذ الميليشيات الموالية لإيران على مكتب رئيس الحكومة يفصل التقرير المكون من 114 صفحة أبرز الميليشيات وقادتها والمهام الموكلة إليها لكن أهم نقطة يشير لها التقرير هي ولاء تلك الميليشيات المطلق لخامنائي لا سيما ميليشيات العصائب وحزب الله وبدر التي يتهمها التقرير بارتكاب انتهاكات لقمع المتظاهرين بما في ذلك إطلاق النار عليهم وتلك تهم تنفيها الحكومة عن نفسها وميليشياتها وتثبتها الشهادات والوقائع